منذ عام وأكثر وطبول الحرب تقرع في ضواحي العاصمة صنعا تهدأ حينا وتشتد في أحاين كثيرة ومثل كل مرة تبدو الأيام الأخيرة ملتهبة وأصوات المواجهات لا تنقطع لكن هل هو استمرار للسيناريو المعروف عن نعم التي تبدأ فيها المواجهات وتنتهي بطريقة ارتجالية أم أنها هذه المرة تسير وفق خطط مدروسة ذلك ما لم يتكشفوا بعد الجديد فقط هذه المرة هي مبادرة الجيش في شن الهجمات ومحاولات التقدم وهي محاولات تكللت بالسيطرة على بعض المواقع في نطاق مربعات المواجهات التحركات الأخيرة لنائب الرئيس ربما تشير للتحضير إلى شيء جديد خلال الأيام القادمة لكنها أيضا قد لا تشير لشيء يقول آخرون فقرار اقتحاب صنع من عدمه خاضع للتوافقات الدولية والاعتبارات أخرى لها علاقة بالكلفة الإنسانية والمادية للمعركة وما بين المحاذير وتفاقم المعاناة من إطالة الحرب ترزح اليمن التي تقطعت بها سبل التسويات السياسية في انتظار تطور يخلصها من كماشة الانقلاب وحكمه الجائر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر